على الجانب الآخر برضو انت شايف المجموعات كلها ازاي يا عمد؟ طبعا أصعب مجموعة مقارنة ببقى المجموعة مجموعة النادي الاهلي انت بتتكلم ان النادي الاهلي وصانداونز والهلال والمريخ يعني طبعا مجموعة صعبة جدا بس انا شايف ان مواجهة صانداونز في المجموعات افضل ما توجهه في دور التمانية وطعب الاعصاب اللي بيحصل كل مرة السنة اللي فاتت طبعا اندية كبيرة طبعا بس ما تقابلوا في دور المجموعات بتتجنبوا في دور التمانية شوية فدي بتبقى كويسة نوعا ما الهلال والمريخ طبعا فرقتين بيمروا بعدم استقرار تغيير مدربين فنيين ولكن مشكلة اللي هي الملعب دي ممكن تأثر عليهم شوية ان شاء الله يعني هيجوا يلعب في القاهرة بإذن الله المجموعة الثانية الرجاء وحرية الغيني وفاك سطيف وأمازول مجموعة قوي جدا وأمازول هو الحصان لسويت يعني أمازولو ده بيدربوا مكارسي وفرقة كويسة جدا ودايما الفرق بتاعت جنوب أفريقيا دي بتلعب كرة سريعة بتتحول من الدفاع للهجوم بشكل كويس حرية الغيني بيلعب فيها سليف كولوبالي اللي كان بيلعب في النادي الأهلي أيام كارتلون كان بيلعب مع كارتلون في كل حتة فالرجاء في الملقى فأنا أتوقع المجموعة دي الرجاء الأول الثاني هيبقى ما بين حرية وأمازولو لكن وفاق ستيف بيمر بحالة من عدم الاستقرار ولكن طبعا يظل فرقة كويسة جدا برضو ولكن بشوف أن هم بيمروا بحالة من عدم الاستقرار في الفترة الأخيرة والرابعة على الدور الجزائري المجموعة الثالثة جالكسي البوتسواني وشباب بلوزداد الجزائري والنجم الساحلي والتراجي طبعا ديربي النجم مكسبش التراجي ولا مرة قبل كده في دورة أبطال أفريقيا وبيسعى للفوز الأول وبيمروا بحالة برضو من عدم خاصة إصابة نجمهم الكبير ياسيني الشخاوي بالرباط الصليبي هتفرق معهم كتير شباب بلوزداد واحد من الفرق القوية جدا وأتواقع أنه ممكن يكون تاني وبعد التراجي لأنه متصدر الدور الجزائري وبيمر بحالة كويسة جدا ولكن برضو مشكلة الملعب ممكن تأثر عليهم شوية المجموعة الرابعة الزمالك والوداد في نزها بصراحة يعني مجموعة سهلة بالنسبة للاتنين سجرادة فرقة بحامل اللقب بتاع الدور الأنجولي ولكن مفيش مقارنة ما بين الوداد والزمالك أحمل اللقب أحمل اللقب الدور الأنجولي وبيترو أتلكه بيمروا برضو بحالة من عدم الاستقرار أعتقد أن والفريتين عندهم مشاكل برضو في الملعب أعتقد أن الزمالك والوداد في نزها في المجموعة دي أسهل مجموعة